تعرفوا أن الشيخ حسن حبنكة كان أيضا أحد الذين تلقى عليهم الشيخ عبد الكريم والشيخ محمود العطار أحد شيوخ الشيخ حسن حبنكة طيب كان هؤلاء هم الشيوخ الذين نهل الشيخ عبد الكريم من معينه علوميا واغترف من فيوضات أرواحهم وكان لسباته والشهاده ومسابرتي على دروس أولئي الأشياخ وصدقه الأثر الكبير في تكوين شخصيته ليبلين لبعده أعماله تنقل الشيخ عبد الكريم في العديد من المعاهد الشرعية مثل معهد الجمعية الغراء طبعا أبرز جمعية عندنا في دمشق الجمعية الغراء ومازالت موجودة ولها فرع في عمان الآن مازالت موجودة إلى الآن معهد العلوم الشرعية كان مدرس في هذين المعهدين مدرسا ومربيا يبس في طلابه روح الجد والإخلاص ويحملهم مسؤولية العلم والدعوة إلى الله واستقر الشيخ عبد الكريم في جامع زيد بن سابت يعني استلم المسجد إماما وخطيبا ومدرسا وبدأ عمله الدعوية المتميز حين أعاد للمسجد رسالته حقيقة هو أحد الناس الذين أعادوا للمسجد رسالة المسجد في ناس عملهم في المسجد التقليدي يعني صلى ومشي يبدأ يأخذ راتب الآن هنا في بعض الناس إذا يوم عطله عطلته ما بينزيل طيب أنت نايم بالبيت بالمسجد ليش ما بتنزيل طيب طبق السنة أنت قدوة لغيرك عندما يفقد المسجد رسالته بصير عندنا مثل هذه النمازج فأعاد للمسجد رسالته التي ينبغي أن تؤدى فيه فأصبح يجمع الشباب على دين الله وأسس الحلقات العلمية الشرعية والحلقات القرآنية ولم يكن عمله مقتصرا على تخريج طلاب العلم المتخصصين فقط في العلوم الشرعية قلنا لكم يعني اخترق المجتمع لأن المجتمع فرانسا احتلت سوريا ثم ربت جيلا علمانيا ثم سلمت هذا الجيل حكمة سوريا فيعني لم يخرج الاستعمار إلا وكل شيء ليس بيد أهل العلم ومع ذلك هي الله رجالا والدعوة ما زالت مستمرة وستستمر إلى قيام الساعة فليكون في المجتمع الطبيب المسلم والمهندس المسلم والموظف المسلم والتاجر المسلم والصناع المسلم والعامل المسلم الذين يعيدون إلى النفوس ثقة بالإسلام والمسلمين من خلال علمهم وسلوكهم وصدقهم وإخلاصهم عنايته بالقرآن الكريم ومما توجه له الشيخ عبد الكريم بالعناية الفائقة والاهتمام بالغ دفع الشباب إلى حفظ كتاب الله وإتقان تلاوته بقراءة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واختارة أن تكون رواية حفظ عن عاصم هي الرواية المنتشرة في بلاد الشام يتلقون ذلك عن شيخ القرآن في جامع زيد والمساجد تابع له الشيخ الجامع محيدين الكردي نحن كنا نقول سيدنا أبو الحسن الكردي هكذا يعني على الألسنة والذي تخرج من بين يديه المئات من حفاظ القرآن الحقيقة جامع زيد تميز بالقرآن الكريم وانطلق من حلقات القرآن الكريم إليه بإذنين أخلاقه في الدعوة والتربية عم تركزوا معي لم يكن منطلق الشيخ عبد الكريم في نشر الدعوة الإسلامية لأنه في شيء مسكر بفوق وتربية الناس عليها إلا جملة من الأخلاق التي تحلى بها طوال حياته عندما نتكلم عن الأخلاق ونتكلم عن هذه الصفات التي سنذكرها الآن يتبين لنا الفرق بين الذي يعلم وبين الذي يعلم ويربي ذلك رب العالمين قال يعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيه طيب أما التواضع ونكران الزات فقد كان الشيخ مضرب المسل فيه سواء كان ذلك مع أقرانه من العلماء أو مع طلابه الكثيرين إذا جلس مع إخوانه العلماء يؤثروا الاستماع إليهم والاستفادة منهم وإذا جلس مع طلابه عملهم كأبناء يعني بعض الناس إذا جلس مع العلماء بده يثبت أنه هو عالم بيفهم وإذا جلس مع طلابه بده سيد وعبيد أنا مرة يعني شفت أحمد حسوب أنه ليس بعالم يعني واحد بوس إيده ورجع مثلا قبل إيده هيك وعطى ورجع رجع رجع هيك بدون ما يعطيه ظهره أنه ما بصير يعطيه ظهره بعدين فاتب واحد هو راجع لورا يعني في واحد فائد راح فات فيه نعم فشوف مع العلماء كان يؤثر الاستماع مع الطلاب كان يعني خادما لهم كانوا كأبنائه بل ربما يقدمهم على أولاده لا يبخل عليهم بعلم ولا توجيه ولا دعاء ويسعى في قضاء حوائجيا ما أمكانه ذلك وأما الحب فهو الوقود الذي كان يدفع به إلى ساحة الدعوة وتحمل مشاقها وأعبائها كان يحب دعوته لأنها دعوة الله عز وجل وكان يحب الناس ويحرص على هدايتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور متأسيا في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم وما أكثر ما ورد في دروسه العامة والقاصة موضع الحب يلي طبعا هايما نقول عن ترجمتين هاي الترجمين أعد الشيخ أبو الهدى قشلان الله يزيل الخير فيقول ولازلت أذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يكرره على أسماعنا بين الفينة والفينة كان يقول حديث النبي أي عور الإيماني أو ساق ثم يقول بعد إجاباتهم متعددة الحب في الله والبغض في الله والله يا جماعة عندما نحب بعضنا في الله نسمو بيطلع مننا كتير وبتظهر أثر المحبة طول عمرنا أعد فكر يعني هلأ نحن تعرفنا على نور مثلا فهذا نور من هلأ لا يعني خلاص بيخلص الدرس بيمشي لا يعني العلاقته بين أستاذه بس محاضرة هذا لا خير فيه العلاقة بين الأستاذ والطالب بهذا الحب الإيماني الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم علاقة تنتهي بالجنة طيب ولا عمر لا يمكن لصاحب دعوة أن ينجح في دعوة إذا كان أنانيا مبغضا للناس من حوله ولا يمكن أن تنجح جماعة في دعوة إذا كان أفرادها يتعالى بعضهم على بعض ويبغض بعضهم بعض وأما الاعتدال فهي سيمة هذا الدين وسيمة رسول الله أو سيمة هذا الدين وسيمة رسول الله صلى الله وسلم ألم يقل ربنا في محكم كتابه وكذلك جعلناكم أمتان وسطة طيب يلا لبعده بسرعة نشاطه الاجتماعي لم ينشأ الشيخ عبد الكريم لم ينسى الشيخ عبد الكريم ما كان يعاني منه الكثير من أفراد مجتمعه يعني الفقر والأحياء الشعبية فأسس أول جمعية البر والتقوى وأسس ثاني جمعية وكان مبدأة لا عفوا عفوا هنا أنا حبيت اختصر فما أدرت فدعا إلى تأسيس الجمعيات الخيرية التي تعنى لازم يكتب بشؤون الفقراء والمرضى والأرامل والأيتام المحتاجين عملا بقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد مدام العبد في عون أخيه كان من سماري هذا التوجه إن شاء جمعية البر والإحسان في حي أبر عادك هاي أول جمعية ثاني جمعية إغاثة الفقير في حي باب صريجي الجمعية الثالثة جمعية النهضة الإسلامية هاي كانت على مستوى دمشق يعني الجمعيتين الأولى والثانية كل واحدة على مستوى الحي جمعية النهضة الإسلامية كانت على مستوى دمشق اللي بعدا استمر الشيخ عبد الكريم على القيام بأعمال الدعوة والتعليم والتربية والعناية بالمجتمع سنين طوالا ربما قاربت السلاثين عاما وأصيب الشيخ بالشلل نصف أقعده عن العمل ستة أشهر الله لا يمتحنا وقبيل وفاته بعشرة أيام أصيب بغيبوبة لم يفق منها إلا لحظة لحظة ملاقات الله عز وجل وهو يقول الله هذا الدليل حسن الختام بإذن الله وصفة طلابه يقرؤون عند رأسه قول الله تبارك وتعالى من سورة ياسين إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون ومؤذواجهم في ظلال على الأرائك متكيون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون رحم الله الشيخ عبد الكريم وجزاه عن أهله وطلابه ومجتمعه خير الجزاء وأزل له العطاء وجمعنا به في مستقر رحمته تحت لواء سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في العام ١٧٣٣ متى أوليد ومتى توفي إذن عاش ٢٢٢ سنة طبعا هذه شرحناها إن مبادئ كل فن عشر الحد والموضوع ثم السمرة والإسمة فضله والواضع والإسم الاستمداد حكم الشارع شرحناها الآن ننتقل إلى يعني في الدرس الماضي عرفنا الحكم الشرعي والحكم العادي والآن ننتقل إلى الحكم العقلي الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخيرا أو وضعا شرحنا لكم هذا الكلام طيب من بيئ لي شو معناته اقتضاء خطاب الله أول شيء معناته ليس خطاب بين الناس متعلق بأفعال المكلفين إذا ما له علاء بالعقيدة بالأفعال اقتضاء أو تخيرا أو وضعا من بيئ لي اقتضاء ما معناها فضلي بنتي جيد أقيم الصلاة هذا أمر عند علماء الأصول مقتضى الأمر الوجوب ولا تقرب الزنا هذا نهي عند علماء الأصول مقتضى النهي التعريم هذا اقتضاء أو تخيرا تخير مين بيضرب لي مثال عليه لا 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 مين بيقلي تخيرا احكي بدي انت ليش خايفة يعني أنا بدي أكل الآن مثلا بدي يتغدى بإمكاني روح اطلب صندويشة فروج أو اطلب صندويشة كباب أو صندويشة لحمة أو روح ساوي اندومي ما انه ما بتنفع يعني بس يعني مثلا فأنا مو خير بين هذه المباحات قال باللغة العربية بقوله جالسي الحسنة أو ابن سيرين الحسن البصري وابن سيرين اللي فسر منمات كلاهما من كبار علماء عصري انت مو خير هذا منيح وهذا منيح انت بانا جالسي الحسنة أو وضعا ما معنى الوضع مين بتذكر لي احنا أنا بحب اذا حفظنا شيء يعني اخذنا شيء نحفظه نعم تفضلي بنتي جيد بس هو ما جعله الشارع انه وضعا ما وضعه الشارع سببا لشيء مصححا لشيء مفسدا لشيء شرطا لشيء يعني مثلا رب العالمين عندما يقول اقيم الصلاة اللي يدلوك الشمس الى غسق الليل فجعل رب العالمين الطهارة اذا قمتم ان الصلاة فاقسر وجوهكم الطهارة شرط لصحة الصلاة الحدث مفسد للصلاة الموت سبب للوراثة يعني لما بدأ يرس واحد يرس بعدها الموت مو قبله ذلك غلط بعض الاباء بيقول انا بدي ورد اولادي بحياتي هذا الكلام خطأ انت لا تملك هذا المال الارث لا يكون الا بعد الوفاء بدك تقول انا اريد ان انحل ابنائي او بعض ابنائي مثل ما جاء بالحديث انتبهنا او انحل نعم فالوضع يكون سباب يكون شرط يكون مصحح يكون مفسد وهكذا واضح هذا الكلام طيب هذا الحكم الشرعي طيب الحكم العادي هو اللي دار عليه الدرس كله طبعا ليه ذكرنا الحكم الشرعي لانه الحكم العقلي ليس شرعيا ولا عاديا من اجلها من اجل شرحي يعني التعريف الثالث جاء بالتعريفين والتعريف الاول بالذات تعريف الثاني له علاقة بعلم العقيدة العادي من يعرف لي الحكم العادي اللي شرحناه الدرس الماضي فضلي بنتي او نفيه عنه بواسطة التكرار او نفيه عنه بواسطة التكرار من بيعيده من الشباب بواسطة التكرار جيد طيب من يعطيني مثالا محمد الاسبيرين الاسبيرين ماذا أثبتنا للاسبيرين انه يسكن طيب كيف وصلنا الى هذه النتيجة كل ما وضعنا مادة الاسبيرين جربناها تلاقيها تسكن الالم طيب امثلة اخرى عنا امثلة كثيرة في منها مذكور بالقرآن برفع الايد برفع الايد بدي الكل يرفع ايده الامثلة شرحناها حتى نبحث صوتنا فضلي بنتي النار ماذا أثبتنا للنار الاحراق طيب انت بنتي الطعام أثبتنا له الاشباع ايضا عنا امثلة كثيرة السكين أثبتنا لها القطع الماء أثبتنا له الري انت لما أنا الآن لما بشرب ماء بعدا منا شو بصير معي برتوي طيب لما سألني الشاب شو بدي يعطي يعني ماذا وعنوين الدرس الماضي قلت له العلاقة بين السبب والمسبب السكين سبب القطع مسبب هذا الدرس الماضي حتى ما أخذنا شيء بدرس اليوم النار سبب الاحراق مسبب الطعام سبب الشبع مسبب الماء سبب الري مسبب مهيك؟ وهكذا وضحت المسألة طيب نحن كم مذهب عندنا بالنسبة للعلاقة بين السبب والمسبب أربعة مين؟ ما رفع أيده؟ تفضلي بنتي ما رفعت أيده؟ أربعة أربعة مذاهب المذهب مذكر لا تجي أربعة مؤنس أربعة مذاهجة الشيخ خالد مهي؟ طيب أربعة مذاهب ما هي هذه المذاهب؟ من يذكرها لي؟ تعداداً بس إلي أسماء متعريف مذهب الطبيعيين مذهب العقليين مذهب المعتزلة مذهب أهل السنة والجماعة جيد بعد ذلك مذهب الطبيعي ماذا يقول الطبيعيون؟ تفضلي بنتي ركزوا ابني ركزوا نحن نحفظ الدرس طريقتي أنه يحفظ الطالب الدرس هو موجود ماذا يقول الطبيعيون؟ يعني بهذا المعنى يعني يقولون السبب يوجد المسبب ولا علاقة له لتأثير خارجي يعني لا يؤمنون بالذات الإلهية لا يؤمنون بسلطان الله عز وجل على الوجود ولا يمكن للسبب إلا أن ينتج المسبب لا يمكن للدواء إلا أن يحقق الشفاء العلاقة بينهما لا تنفك أبدا طيب من يعتقد هذا ويسقط يعني سلطان الزاتي الإلهية ماذا نقول عنه كافر بالإجماع طيب مذهب العقليين ماذا يقول العقليون شو بكون بدي الكل يشارك مذهب العقليين هلأ قالوا أثبتوا أن يعني آمنوا بوجود الله هذا واحد مو بتل الطبيعيين قالوا طبيعة أصلا طبيعة لوزن فعيلة قل للطبيعة من طبعها أبد من فاعل ومؤسر فقالوا السبب بخلق الله والمسبب بخلق الله لكن العلاقة بينهما عادية إلا أنها لا تنفك هلأ ما حكم من يؤمن بهذا أنا بدي واحد يرفع إيده ما بدي لكل فضلي بنتي فاسق لما يعني عفوا فاسق لكن هذا الفسق إذا كان مثل ما يقولوا يبس راسه قد يجره إلى لماذا لأنهم يقولون لا يمكن للسبب إلا أن يتحقق معه المسبب بخلق الله طيب قد يجر هذا إلى إنكار المعجزات الله عز وجل أثبت لذاته ماذا عفوا أثبت في كتابه أثبت في كتابه للنار الانفصال عن الإحراق تبانى والأمر إذا يعني تراجع مرة واحدة لم يصدق الإنفكاك الذي لا يدوم فقد أثبت ذلك وهذا شيء حتى في التاريخ حتى كذا ثابت هذا الأمر في موضوع الإحراق يا نارو كوني بردا وسلاما على إبراهيم فلما أسلما وتله للجميع ما أطعت السكين وهكذا وكثيرا من لحياة نجدنا الإنسان يأخذ الدواء ولا يستفيد يقول له شو بيقول له المريض والله يا ابني أو للدكتور والله والله الأدوية مثل المي شايفة أنا يعني ما عمي يستفيد يعني ليس بالضرورة عند وجود السفاء أن يتحقق المسبب طيب هذا مذهب العقليين مذهب صاحبه فاسق وقد ينجروا إلى إذا أنكر المعجزات قد ينجروا إلى مو قد يقينا إذا أنكر المعجزات مذهب المعتزلة ماذا يقول المعتزلة أنا على فكرة نزلت لكم الآن يعني قبل ما أجي التشجير فإن كانكم تفتحوا تابعوا معي على الصفحة يعني ساعدكم نعم فتحادي أنا لما أجتني يلي سوالي إياها فتحته على الوطس طلعت عليه على الوطس قبل ما نزله على سطح المكتب طيب مذهب المعتزلة ماذا يقولون محمد خوجة العلاقة بينهما عادية لكن طبعا المعتزلة مؤمنون بالله يعني قالوا كلاهما بخلق الله لكن ماذا قالوا جيد السبب فيه خاصية المسبب بخلق الله طبعا قالوا النار فيها خاصية الأحراق السكين فيها خاصية القطع الدواء فيه خاصية الشفاء طبعا بأمر الله وإذا مريضته فهو يشفين طيب صاحب هذا المذهب ماذا نقول عنه مبتدع طبعنا طيب مذهب أهل السنة من يحد يسوني عنه كيف تكون علاقة بين السبب والمسبب تيب وحضرت الدرس الماضي طب حكي لي والمسبب المسبب هو الله نعم سبب المسبب نتيجة وسبب خلاص ما هتعرف طيب أنا ما فهمت شي طيب تفضل نتيجة ينتج عنها سبب بس إذا صار تدخل إلى هي يعني أحتمال من فصل الله لا لا هذا كلام لا 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 بالعامية ولا بالفصل ما يعني يا لك يا أنت فهمان وما عم تعرف بس أنا أكيد ما لك فهمان يعني سامحني تفضلي بنتي طيب متى يخلق المسبب جيد عنده لا به شايفين الفرق مذهب العقليين ومذهب المعتزلة مذهب المعتزلة فيه خاصية إذن به مذهب أهل السنة يخلق الله المسبب عنده يعني لما أنا بيجي بحط إيدي لا سمح الله على النار عند التماس يحصل الإحراق انتبهان يخلق الله الإحراق عندما أضع السكين على التفاحة التفاحة يخلق الله القطع فالسكين بخلق الله لحالة والقطع خلق آخر لله فالله يخلق عند وجود السبب لا به قال تعالى هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا يعني هداه إلى أسبابه ربطهم وبعضهم البعض وإلا المسبب مخلوق السبب مخلوق والمسبب مخلوق والمسبب يخلق عند وجود السبب طيب فمن يعتقد هذا المذهب فهو المؤمن طيب نحن الآن أنهينا الحكم الشريع والحكم العادي الحكم العقلي من يعرفه لي الحكم العادي إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرار الحكم العقلي أناس من غير توقف على تكرار أخرجنا الحكم العادي ومن غير توقف على وضع واضع أخرجنا الحكم الشرعي الشرعي طيب هذا الكلام كيف بدنا نشرحه إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه من غير توقف على تكرار ولا وضع واضح قال هذا هذا البوضوع يقسم إلى سلاسة أقسام واجب وجائز يعني ليس فقط في ذات الله بشكل عام واجب وجائز ومستحيل طيب الواجب ما هو قال هو ما لا يتصور في العقل عدمه لا يمكن أن أتصور في العقل أنه غير موجود قال ويكون بدهيا ونظريا البدهي الذي لا يحتاج إلى دليل يعني الآن هذا السجاد أحمر أقول لك السجاد أحمر لا أنا أحتاج إلى دليل أنه أحمر هذا من البدهيات ولا أنت تسألني ما دليلك انتبعنا عندما أشم رائحة مثلا حريق أقول لك رائحة حريق لا تقول لي ما الدليل يعني الرائحة هي الدليل عندما أتزوق طعاما كريها أو طعام مر فأقول لك هذا الطعام مر لا تسألني ما الدليل مر شعرت بمراره انتبعنا عندما أسمع صوتا جميلا فأقول لك فلان مثلا مثل أخونا اللي أنشهد يوم الحفلة ما شاء الله صائم الدهر صوته جميل صوته حسن هذا بدهي لا يحتاج إلى دليل كل الناس يقولوا عنه حسن وعندما يكون إنسان صوته قبيح نقول قبيح فأيضا لا يحتاج إلى دليل كل هذا هذا يدخل في البدهي البدهي ما لا يحتاج إلى دليل للحديث عنه فطبعا في الواجب عندي بدهي ونظري وفي المستحيل وفي الجائز سيأتي معنا الآن أتكلم عن الواجب فالمثال الذي أتى به الشيء قال الجرم بكسر الجيمة الجرم متحيز ما هو الجرم كل ما له حيز من الفراغ الآن قاعد الشيخ وليد على هذا الكرسي طيب بقول لك عود على هذا الكرسي بتقول لي لا أستطيع الشيخ وليد قاعد عليه قاعد مثلا نور على الكرسي الآخر بيقول لك عود اجلس هناك فتقول لي جالس نور لماذا لأن نور أو أنا أو أي واحد نحن لنا جرم لنحيز من الفراغ أنت لا تستطيع أن تقف هنا في المكان الذي أقف فيه لماذا لأن لي حيز من الفراغ فقولي الجرم متحيز هذا بدهي الجرم له حيز كل واحدة منكم الآن تجس على كرسي أو كل واحد منكم يجس على كرسي فهذا الكرسي لا يستطيع أن يجس عليه آخر لأن الجرم متحيز فهذا من البدهيات انتبهنا طيب فهذا واجب أن تقول أن الجرم متحيز شيء طبيعي ذلك الملائكة غير غير البشر انتبهنا طيب نظريا قولك الله موجود هذا يحتاج إلى دليل لذلك جاءت الرسل ونزلت الكتب ودعينا إلى التفكر لذلك عندنا عندما نتحدث عن صفات الله ومنها الوجود نقول دليل عقلي ودليل نقلي الدليل العقلي نحاكيه بالعقل والدليل النقلي بكتاب الله أو بالسنة المتواترة فنحتاج إلى دليل واضح هذا الكلام فأنا سأشرح لكم مثال على الفرق ما بين البدهي والنظري ملك من الملوك يعني بده يساوي تاج من ذهب فسأل مين أفضل صائغ للذهب جابوله فلان فأعطاه كمية من الذهب قال اصنع لي تاجا جميلا فصنع له تاجا بعد أن صنع له التاج أخذ الملك يفكر هذا التاج حقيقي يعني ممكن يكون سرق منه شيء الصائغ يعني أنا مثلا أعطيته 2 كيلو ذهب أو كيلو ذهب الذي منه يا ترى في جزء من ذهب هذا أخذه وبطل ما يقوله سرقه وباعه ونزل محله فضة مثلا ودوبه بقلبه وضيع الطاصة كيف سأتأكد فسأل الناس ما كان أحد يجيبه بعدين دلوا على واحد اسمه أرخاميدس تسمعوا في أرخاميدس يلي دافعة أرخاميدس أنتبعنا أنه الإنسان لما بينزل بصير في ضغط بيرفعه لفوق الإنسان لما بيشك على الماء بس يرفع أيده هيك بطير طيارة لفوق أنتبعنا الله يرحمه الله يرحمه لك ما يرحمه لك مع سر جين صباح الله فبيطير طيارة فما يخاف أما يطل وهو عامل هيك نازل بيعمل هيك إذا تنتب تلاقي أبدا فهي اسمها دافعة أرخاميدس فأرخاميدس ماذا فعل جاء في عنا الجرم متحي زي اللي حكينا لكنا عليها متفقين عليها فجاء بكيلو زهب وضعه في ماء في مثلا مكان مثلا نفرط طنجرة كذا وضعه في حوض صغير من الماء أول شي الحوض فيه ماء لكن مو ممتلي فجاء بكيلو زهب ووضعه في هذا الماء فارتفع الماء فهو لو نوصل ارتفاع الماء رأى عمد شو إشارة أنه وصل لهذا المستوى أخذ الكيلو زهب ووضعه على جن وجاء بكيلو فضة ووضعه على في الماء طبعا له جرم فالماء ماذا سيفعل سيرتفع لأنه فيه الجرم متحيز فسيأخذ حجما فارتفع الفضة عندما وضع الفضة ارتفع وجد أن ارتفاع الفضة غير ارتفاع الزهب إذن اتفق الوزن لكن لم يتفق الحجم لذلك يسموه بالفيزيو يسموه الوزن النوعي اتفق الوزن هذا كيلو زهب وهذا كيلو زهب لكن عندما وضعنا معي انتو لما ما نكون عندما وضعنا الزهب ارتفع بارتفاع غير ارتفاع الفضة طيب جاب هو الآن تاج الملك لنفرض نحن عم نعتبره على كيلو كيلو دهب فوضعه فوجده بين خط خط اللي هو عينه للدهب وبين الخط اللي عينه للفضة إذن وجد ان الصائغ قد سرق قد سرق ماذا شيئا من زهب من الزهب الذي وضعه بين ايديه الملك هذه القضية هل كان بالإمكان ان نصل اليها هكذا بشكل بدهي نحن عندنا أمرا اما ان نأتي الى الزهب فنقوم يعني بوضعه على النار حتى يزوب فينفصل الفضة عن الزهب هذا الكلام ممكن إذن هذا دليل وإما ان نقوم بما فعل ارخا ميديس ونقوم بهذه العملية نضع الزهب أولا ثم نفس الوزن طبعا ثم نضع المؤشر الذي وصل إليه الماء ثم نرفع الزهب ثم نأتي بالفضة فنضع المؤشر ثم نأتي بعد ذلك بنفس الوزن طبعا نحط الدهب والفضة بأدوز التاج ثم نضع التاج فنتأكد هذه العملية ماذا نقول عنها نظرية كيف نظرية يعني النظر هو ما يحتاج إلى نظر نظر بالعقل واستدلال بل حتى نصل إلى النتيجة اليوم الرياضيات تعتمد على هذا ما هيك بتلاقي عم يحط لك مقدمة عم يحط لك معادلة بيقول لك خلصلي المعادلة كل هذا أدلة نظرية فما لا يحتاج إلى دليل يسمى بدهيا وما يحتاج إلى دليل يسمى نظريا ويقسم الحكم العقل إلى ثلاثة أقصام واجب وجائز ومستحيل الواجب ضربنا بمثال الجرم يكسر الجيم متحيز ونظريا الله موجود نظريا يعني يحتاج هذا إلى دليل طيب الأمر الآخر قال هو المستحيل الواجب ما لا يتصوره في العقل عدمه يعني أنت لا يمكن أن تتصور أن الجرم من غير تحيز لا تستطيع أن تتصور بالنسبة لكل البخلوقات اللي الله جعلها تحت يعني في هذا العالم الذي نحن فيه جرم من غير تحيز لا تستطيع أنتبهنا فهذا واجب واجب عقلا الآن ما عمنا نتكلم في العقيدة الواجب هذا الدرس القادم المستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده طيب يعني أيضا قال يكون بداهيا ونظريا نحن قلنا الجرم متحيز مهي طيب يقابله المستحيل قال هذا الجرم ليس له لا حركة ولا سكون هلا أنا أقف الآن ساكن بعمل هي متحرك أليس كذلك فهذا يدخل بالجائزة شايف فالجرم إما أن يكون ساكنا وإما أن يكون متحركا إما أن يكون يعني يعني في عنا طبعا لسا في عندي أمثلة كثيرة يعطيني أنا حضرت بعض الأمثلة حتى الزاكرة بدخولنا أحيانا أهدايا آهدايا آذرا آذرا فالجسم إما أن يكون ساكنا وإما أن يكون متحركا هل تتصور في عقلك شيئا آخر طيب عندما تنفي يأتي إنسان يقول الجرم لا ساكن ولا متحرك هل يقبل العقل هذا الشيء لا يقبل العقل يعني عدم حركة الجرم أو عدم سكون الجرم لا هذا ولا ذاك وضحة المسألة فحينئذن نقول هذا مستحيل طيب الآن بالنسبة نحن قلنا النظر في الواجب الله موجود يقابله في المستحيل أو مثلا شريك لله سبحانه وتعالى طيب الذين لا يؤمنون بالله أو يؤمنون بوجود إله لكن يربطونه بمخلوقاته نحن عندنا قاعدة في العقيدة هي قول الله عز وجل شو قلناه جيد ليس كمثله ليس كمثله شيء الله لا يشبهه شيء أنا الآن يعني كبشر ضعيف يعتريني الضعف وتعتريني القوة فإذا شبهت لا سمح الله الله عز وجل بالبشر سيأتي الكلام التالي أنا عندما أريد أن أفتح دكانا الآن أو صيدلية لصيدليات بالسعودية بتناوي بـ 24 ساعة هل أستطيع أن أقوم على هذه الصيدلية 24 ساعة؟ أنا صيدلي هل أستطيع أن أفعل ذلك؟ هل أستطيع أن أجلس في هذا المركز 24 ساعة؟ هل أستطيع؟ لماذا؟ لماذا؟ لا بدي جواب هيك لماذا؟ لأنني ضعيف لأنني عاجز عندي 8 ساعات بدي نام عندي أعمال أخرى فلا أستطيع فأحتاج إلى شريك أو شريكين أو إلى موظف وشريك انتبهنا واحد بيع 8 ساعات واحد بيع 8 ساعات واحد بيع 8 ساعات لماذا أتيت بالشريك؟ لأنني ضعيف من غير شريك لا أستطيع أن أقوم بدكاني أو صيدليتي 24 ساعة طيب لماذا يتزوج الإنسان؟ لماذا؟ الشركة الشركة أحبابنا هي عبارة يعني أمر مادي طيب في شركة أخرى هي شركة الزواج أهلا وسهلا شركة الزواج لماذا يقوم بها الناس؟ ليش أبوك تزوج وأبوك تزوج وأنت تزوجت وأنا تزوجت وأبوك تزوج لماذا؟ ولما تزوج منكم لماذا تزوج؟ لأن الأسرة لا أنا عاجز عن أن أقيم أسرة بنفسي عاجز فأحتاج إلى زوجة والزوجة عاجزة فتحتاج إلى زوج بعد ذلك نحن بحاجة أيضا إلى ولد هذا الولد يعيننا في شبابنا ثم يعيننا في عجزنا وشيخوختنا أليس كذلك؟ يعني جيل بسلم جيل طيب بالأخير أنا لماذا احتجت إلى شركة الزواج؟ لأنني ضعيف في الشركات الكبرى نحن نحتاج في أنا شركة يعني هيكين اسم ريوزوبال ألمانية قالوا لي فيها 48 شريك شريك ضخمة بألمانيا للمطابخ والكذا ضخمة جدا فما بيقدر واحد يقوم فيها فهذا معه مليون دولار وهذا عشرة وهذا خمسة وهذا 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 جمعوثة وشركة كبيرة لماذا احتاجوا إلى الشركاء؟ هل الله عز وجل بحاجة إلى شريك؟ الله عز وجل ليس كمثله شيء الله عز وجل ليس ضعيفا فليس بحاجة إلى شريك عندما نقيس الزات الإلهية على ذات البشر حينئذ نقع في الأخطاء والخلال نقع في الأخطاء والخلال أنه له شريك ليش؟ لأنه مثل ما بيقولوا النصارى النصارى ابن اب ابن روح القدس الابن اللي هو سيدنا عيسى سيدنا عيسى هو عبد من عباد الله ما قلت لهم إلا ما أمرتني به مهي؟ أن يعبد الله ربي وربكم وكنت ما دمت فيهم فلما توفيت لي كنت أنت الرقب عليهم وأنت على كل شيء شهد إن تعذبهم فإنهم عبادك يعني الله عز وجل يوم القيامة يطلع شهادة سيدنا عيسى هؤلاء الذين عبدوك أنت إلك دخل طبعا هي محكمة الله بيعرف إنهم هذا دخل انتبهنا فبتبرى فورا سيدنا عيسى منهم إذن الذين قاسوا الله عز وجل على البشر قاسوه قياسا خاطئا الله عز وجل ليس ضعيفا فليس محتاج إلى زوجة وليس محتاج إلى شريك لذلك رب العالمين قال ليس كمثله شيء لذلك رب العالمين قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد هو يعني ليس أنسى ولم يولد يعني لم يولد له يعني ليس له زوجة ولم يكن له كفواد أحد يعني ليس له ليس هناك أي مماثل لله سبحانه وتعالى خلاص الوقت شيخ ولي طيب على كلين الجائز كل شيء ما سوى ذلك أن أعيش وأن لا أعيش الله عز وجل واجب الوجود ووجود الشريك لا يجود أما أنا وأنت والتاني أن يخلقنا الله أو لا يخلقنا أن يخلقنا في هذا الزمان أو في زمان آخر يعني ليش أنا موجود بهذا الزمن ما لي موجود زمن الصحابة ليش ما لي موجود بعد مئة سنة لماذا أنا من الشام ولست من حلاب لماذا أنا من عائلة حمادة ولست مثلا من عائلة الشماع لماذا أنا من لست من منبيش وإلى آخره كل هذه جائزة جائز أن أكون ابن فلان يعني أبوك ممكن أنا لو الله أراد أن يجعلني ابن الله رحمه الله وأن يجعلك ابن لأبي حفظه الله وهكذا فكل هذا يدخل في الجائزات أنا مجد أن أختم البحث وأربطه ببعضه طبعا الدرس القادم سنأتي سننطلق من الواجب والجائز والمستحيل ونتابع هذه المقدمات هي التي تجعلنا أهلا لأن نتحدث في ماذا في العقيدة الإسلامية هذه لابد منها لمعرفة العقيدة الإسلامية وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين